السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد إن شاء الله سيكون عنوان الحلقة هو مفهوم الهجومات على الزوهر وكيفية التصدي لها والترتيب سماع الرقية حتى لنتعرض للهجوم نعم وهو في نفس الوقت إجابة على الأخ سيف الجزائري حفظه الله سمع يعني فيديو يتكلم فيه راق على هذا الأمر يعني بعض الأمور وسنجيب عليها إن شاء الله بمتى يصر نعم أولا حين نقول الهجومات على الزوهر يجب أن نذكر ما هي هذه الهجومات على الزوهر كيف تتم هذه الهجومات من أين تأتي هذه الهجومات نعم الهجومات يا أحباب بداية تكون من شياطين المنزل شياطين الرصد حين تهم بتدميرهم بتحصين المنزل بتعضي أسحارهم في المنزل بقطع الإمدادات والإرسالات على هذه الأسحار في المنزل والجسد يكون عليك هجوم يكون عليك منه هجوم الهجوم يتمثل مثلا في المنام ترى حيوانات تجري وراءك سواء كلابا قطة أسودا نمورا طيورا هكذا تجري وراءك هذه أهم نقطة في الهجومات ثاني نقطة الهجومات تكون بالكشف هناك صراحة ليس له كشف أبدا وهناك من يكون لديه كشف شيطاني والكثير في ذلك فلما يدعي الكشف على الناس تأتيه أبالسة هذا الشخص تأتيك الأبالسة من هذا الشخص أو من ذلك المنزل الذي أردت الكشف عليه من طبع الأبالسة والشياطين هو التسطر التخفي لا يريدون الكشف فلما تأتي أنت وتريد الكشف عليهم يأتونك يأتونك سعيا وإن لزم الأمر من كل فج عميق الشياطين الناس الشياطين الكنوز وغالبا يتعرض لهذا الأمر كل من يريد أن يكشف على صورة أو مكان فيه كنز أو مكان فيه رمز أو إشارة يدل على كنز أو يعني منزل فيه كثير من المصائب أو المشاكل في هذا المنزل أو التعطيل من يريد أن يكشف فليكن متحصنا جدا أو أتته الأبالسة من ذلك الشخص أو من ذلك المكان هذه هي الهجومات هذه الهجومات الأصلية نعم هذا الأمر الثاني الأمر الثالث حين قال الراقي أن الرقية تكون بالنية أو تكون الرقية مرصودة فهذا غير صحيح قال في كلامه أو في فيديو أنزله ثم حذفه على كلام هذا كلام الأخ سيف الجزائري حفظ الله قال أن الرقي هذا قال أن الرقي تكون مرصودة وأن سماع الرقي يكون بالنية نعم الرقيات ليست فيها مرصودة سأوضح بعض النقاط التي تكلم عليها هذا الرقي أنا صراحة دخلت بالنفس الإسم الذي قال عليه الأخ وكشفت عليه ورأيت عنده أشياء بل كثير من الأشياء بل الروح والأنفس وكلها مسجونة فنسأل الله العظيم رب العرش رضي أن يفك أصرح ونحن لا نريد أن تكلم في غياب الناس أولا فتنة ثانيا لا يجوز لنا أن نكشف بحق إذن يعني بدون إذن لكن دخلت لأرى يعني حسب قدرته على الناس وحسب علاجته على الناس ومن باب النصيحة ليس أكثر لا نتكلم عن الناس حتى لا يدخل بيننا شيطان وعوذ بالله أن يدخل تدخل الأبارسة بالوسوسة نعم لا يهمنا ما هو عليه وما هو كيف وما هي أموره لكن سنوضح بعض النقاط النية في الرقية تكون تدريجيا النية في الرقية تدريجيا وقد أنزلتها سابقا كيف يكون ترتيب سماع الرقيات قلنا بداية من التابعة ثم من شيطان الرصد هو شيطان علوي يكون خفاش على الظهر كاهن كبير عنده عدة صلبان في الظهر يعني في كامل الجسم منهم صليب على الأنف منهم صليب على الظهر منهم صليب على اليدين وسنوضح هذا الساحر الملعون يعني فيهم أصناف لأن هذا الساحر عنده هذه الصلبان فقط عنده صليب كبير في الظهر وصليب صغير في الجبين لكن هذا سنف من الأصناف وسنذكر السنف الآخر من الصلبان إنه ساحر آخر يكون عنده أيضا صلبان أخرى وهذا تبعني فيها الراقي الآخر المغربي وظن أنه عرف كل شيء فأنزل كل شيء بالغلط يعني قلة علمه تسببت في المصائب لا نذكرها إن شاء الله ونصنع تجاوز هذا الأمر حتى لن نغوص بهذه الأمور المهم أن النيات تكون هكذا في الترتيب تكون تدريجيا سنذكرها إن شاء الله والرقيات المرصودة ليجب رقيات المرصودة حين نقول الرقية مرصودة يجب أن نذكر ما هو الرصد وكيف الرصد وكيف نتخلص منه أما أن نقول أن الرقيات مرصودة ونكتفي بهذا الأمر فنقول أنك أنت في حد ذاتك لا تفهم معنى الرصودة لأنك لم تجيب عليها هذا أول أمر الأمر الثاني حين نقول أن الرقيات مرصودة يجب أن نذكر ما معنى الأبالسة في الرقيات وما معنى اللبس وما معنى المس الإبليسي في جسد الإنسان نعم في جسد الإنسان أولا نقول أن يوجد نوع من الأبالسة تكون في الجسم داخل الجسم أي داخل هذه الأختام الإبليسية أو غالق الأختام الرباني وهي في حد ذاته ساكنة يعني ساكنة في الجسم داخل الجسم هذا نوع من المس يعني الأبالسة أنواع تكون حسب طوالع تكون حسب خلقته الأصلية تكون حسب مهمته وهكذا نفسر يعني هذا الإبليس ونوعية لبسه بالجسم كما قلنا منه من يكون داخل الجسم ومنه من يتلبس بين الهالة والجسم بين الهالة والجسم سنوضح أكثر هنا لما نقول أن هذا هو الشخص هذا هو الشخص مثلا هكذا الشخص حول الجسم يوجد سبعة هالات سبعة طاقات معظم الأبالسة التي تتلبس بالجسم تخفي هذه الطاقات النورانية أي تسحارها ولا تجعلها تخرج لا تخرج ولا تدخل ولا تتقوى هذا الصنف من الأبالسة يكون بالحجاب عنده حجاب يلتف بالجسم حتى يخفض هذه الطاقة لا يجعلها تخرج لا يجعلها تقوى لا يجعل أي شيء فيها قوي نعم هذا نوع من اللبس ويوجد أبالسة أخرى تكون أسحارها في الجسم وهم خارج الجسم أسحاره داخل الجسم والأبالسة خارج الجسم خارج بعيد متى يحضر؟ يحضر حين تصل لسحره لما تصل لهذا سحره لسحره هو في حد ذاته يحضر وهنا تكون الحكمة الحكمة في تدمير سحره ثم إحضاره وهذه يتقينها الراق الذي عنده السحب والجلب والكشف في نص الوقت نعم الكشف هو أهم شيء في هذا الرقية لأنه يعرف هذا السحر نوعية هيكلته وصنفه ثم يتجه مباشرة بالسلاسل النورانية في إحضار هذا الملعون يحضره ثم يدمره ونعود لكلامنا هذا الذي كما يقوم الأخر الأخر الراقل في المغرب بنقل العنوين يعني يرقي بدون علم وبسرقة عنوين من رقيدي بدون علم هذا يتسبب للناس في المصائب يتسبب للناس في المصائب فحين نرقي إنسانا دون علم دون علم أي نصيب معظم الأسحار دون علم سنجعل الإنسان في تسليط سنجعل الإنسان الزوهري عليه هجومات وتسليط كثيرة لماذا؟ لأنك أصلت أسحارا ليس وقتها فعلم يرعاك الله يا أخ محمد الشمال هذا المغربي أن الاتباع أو السرقة للعنوين ليس بالأمر الهيين فأنت وضعت نفسك ووضعت المصابين في حالة سيئة بل والله هجومات شرسة وقوية عليهم فهذا لا يجوز شرعا أما أنت تقوم بهذا الفعل من أجل المال أو من أجل أشياء انت فيها فهذا حرام شرعا عليك فاتق الله فاتق الله وعد إلى الله كفاك قلة علم ابحث تعلم أنا لا أعتيبك لكني أريد إصالة معلومة لديك إليك حتى تتعلم وتفهم الأسحار التي خدامها خارج الجسم لا نضربها لا ندمرها إلا بعلم أي هناك أسحار تدمر قبل الأبالسة وهناك أسحارا تدمر الأبالسة قبل أسحارها التي تكون في الجسم ندمر أسحاره قبل التي يكون خارج الجسم ندمره قبل الجسم قبل السحر حتى لنعرض الزوهر للإصابات الروحية والهجومات القوية فحين نقول هجوم سكون هجوما عليه وعلى عائلته وعلى صغاره وعلى أمه وأنت وضعت عائلة كاملة في الهم لأن هذه السلالة المباركة الطاهرة الشريفة الطيبة الزوهرية عليها سلالة إبليسية متوارثة نعم نفس الأبالسة عند الأم وعند الأخ وعند الأخ هكذا ستتشارك في الحروبات ضد هذا الزوهر المسكين الذي تعالج عندك فاتق الله وهي معلومة لديكم إليكم يا أحباب هكذا يكون الهجومات على الزوهر وما هي هذه الهجومات الهجومات غالبا مثلا أذكر قصة وأذكر شيء حين تقول أني سأصيب يأخذك الغرور وتقول أني سأصيب الساحر الإنسي وأربطه وليس لديك القدرة أو ليس لديك العلم هنا سيتصلت عليك بالهجومات يتصلت عليك بالأبالسة لسحب طاقتك لسارقة لغلقي وطمسي أختامك حتى لا تقدر عليه أنت تريد تدميره وهو سيبقى مكتوف مكتف اليدين سيقوم بردد في علين عليك ويدمرك تدميرا بإذن إبليسه لأن الإبليس الملعون لا يساعده أن تبقى أنت ولا أمثالك تدمر هذه السحراء سيجتهد حتى يوقفك في هذه المجال فهذا نوع أيضا من التصليت ومن الهجومات نعم سندكر إن شاء الله يعني عدة تصليت أخرى وهي مثلا من يأتيه الغرور ويقول أنا أعالج الناس هذا في بداية أمره في بداية الأمر يأتيه الغرور أو يرى نفسه يعالج الناس في المنا أو يقولون له أنت طيب أنت مبارك أنت لديك قوة شفائية تعال وعالج الناس تأخذه الغرور ويعالج الناس فهذه الملاعين والله ستأتيك وتهجم عليك ستأتيك مناما إن لم تقدر عليك ستأتي لأمك ستأتي لأختك ستأتي لأخيك أو لصغارك وتهجم عليك فهل لديك القدرة احضر يا أخي احضر يا أخي والله أتذكر مرأة علجتها فتكلم شيطان كاهن كبير ساحر عليها قال قال لي أرأيت حين همت بالاتصال بك قبل أن تتصل بك قلت نعم قال والله أتيتك وأردت التسلط عليك بجيشي حتى لا تأتيك وحتى ترفضها أنت لكني لم أستطع لا أنت ولا أستطع لأحد من أهلك فقلت لماذا لم تستطع قال لي لأني بحبت عليك ولم أرد لم أجدك ما أستطيع فقلت سبحان الله الراقي من هنا نستنتج أن الراقي ليس دخوله لهذا المجال عبثا إن دخلت عبثا فستجد تعب والوهن والهم والأسحار الملعونة بكثرة نعم لأن أمر الراقي الزوهري يكون مؤيدا من رب العالمين بملائكة بجند بتحصين بحفظ من الله بأشياء كلها من الله فاحذر أن تعالج الناس وأنت ليست لديك القدرة على ذلك لم تحر طاقتك ولم تفعلها سأفتح قوسيني على الرقاط والله العظيم يا أحباب شخصيا تقبلت مع أحد الإخوة التي علجتهم بيدي وفتحنا الكشف على الرقاط حتى نعلم في العالم أجمع هذه قمت بها والله ليست مرة واحدة وليست مرتين بل أكثر وجماعت وبحثت في الأنترنت وكل الرقاط في العالم أجمع فوالله العظيم رأيت عجبا فوالله رأيت العجب العجاب قاسما برب العزة رأيت العجب العجاب من من سجن للأنفس من سجن لنسخ من سجن للروح من سجن لكل ما يملك من أسلحة من أسحار للبصيرة من أسحار للطاقة للشفائية للطاقة العلاجية كلها والله مزجونة فورب العزة معظم المصابين جسمه يكون أطهر من الرقاط في حد ذاتهم فوالله وحلفت بالله والله رقاطا معروفين والله رب العالمين رقاطا معروفين على الإنترنت معروفين معروفين نعم والله مصابين لا أتكلم نعم الكثير مصاب لكن إصاباتهم شديدة جدا والله إصاباتهم شديدة لا نذكر الأسامي أسماء ولا نتكلم عن الأسماء نسأل الله السلام والعافية للجميع سواء للمعالجين أو للمصابين لكن والله رأيت العجب نعم رأيت العجب نسأل الله الهداية والتوبة وأن نسأل الله للحفظ من عنده وحده نعم نعم هكذا تكون الهجمات فحضر أن تكون لست يعني أن تدخل نفسك في مواضيع هي أكبر منك هذا الأمر ليست فيه فخرة ليست فيه عجب بنفسك أو بقوتك أو بطاقتك أو برفقتك أو ما هكذا الأمر يستحق تحرير طاقة منك يستحق تحرير أسلحة منك يستحق تحرير أنفسك ونسخك الأصلية والأسلحة الربانية نعم هذا الأمر يستحق ذلك والأمر في حد ذاته يستحق الكشف ويستحق رفقة وشيوخ معك تنصحك في هذا المجال تكون هي أدرة وأعلم بمنك بهذا المجال تنصحك توجهك تقول وتخبلك بكل شيء أما أن تدخل وأنت ضلماء العين فلا أنصحك يا أخي نعم أن نعود إن شاء الله للترتيب كما قلنا يا أحباب الذي يريد الترتيب في الإلاج حتى لا يتعرض لهذه المصائب كبداية اسمع رقية التابعة نعم اسمع رقية التابعة ثم كما قلنا شيطان الرصد ثم اسمع بعد شيطان الرصد أقول اسمع ما تريد سمعه لكن لا تتخط الفراعنة معلم التصريط الملعونة القوية تكون من الفراعنة اسمع كل شيء بعدها اختر ما تريد المهم ابتعد عن الفراعنة اقرأ العنوين اسمع ما تريد ثم إلا الفراعنة هذه الفراعنة لما تحرر كل شيء تدمر كل شيء تتنقل الفراعنة حتى تكون معك زاد من القوة زاد من الأسلحة والأنفس والرفقة والطاقة الربانية حتى تستطيع مواجهتهم أتكلم عن الذي يعالج نفسه بنفسه أم الذي تعالج عنده راقي سيحدد وينزع ويدمر كل شيء بإذن الله لديه القدرة أتكلم عن الراقي المتمرس هكذا يكون الترتيب الترتيب هكذا في هذه الأيام المباركة وبداية من فترة العلاج لا تنسى تحسين المنزل كما أنزلته من قبل محاضرة كاملة على تحسين المنزل من تبخيره بالآشاب وتنظيفه بالماء المرقي وفتح الرقية وخاصة وأهم شيء هو اتباع الورد كما قلنا الفاتحة هكذا يكون بالترتيب الفاتحة سورة الفلق أي تلكرسي وأي تناسي سبعين سبعين لكل واحدة وإن أمكن مئة مئة لكل واحدة ومن كان عليه تصليت شديد جدا جدا أو بكثرة عليك إضافة هذا الورد وهو سورة الفيلي ثلاثمائة وثلاثة عشر سورة الفيلي ثلاثمائة وثلاثة عشر غزوة بدر نعم تيها سر نقرأها بنية تدمير التصليت وبنية كف أذهم يكف أذهم بإذن الله ولا تتعجب إن في بداية رقياتك سواء عندي أو عند أيراقي أو بداية نفسي أنه ظهر ألام كثيرة جدا في جسمك هذا أمر عديد السلاسل لما تصر لما تضرب للأختام الإبليسية يقع ثقل في الجسم وهذا أمر عادي لا تهتم نعم كما قلنا نجتهد في تحسين المنزل أثناء فترة العلاج نقرأ الورد يوميا نقرأ سورة الفيل إن كثر علينا الهجومات والتصليط ثم نقرأ ما تهصر من سورة يسين إن شاء الله نعم وهذا هو المراض بذلك أما أن نقول أن الرقيات غير مناسبة سماعا سماعا غير مناسبة للزوهري فهذا أمر مغطئ أنت هنا كما يقال حددت الزوهرين كلهم يعني برقية واحدة يعني بصنف واحد والرقات يا أحباب الزوهرين يا أحباب أصناف وأنواع فيهم الملك فيهم السلطان فيهم النجم فيهم في أنواع وأصناف في من يتعالج حصة في من يتعالج حصتين فثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين كل واحد وماذا يتعالج هناك والله من سمع الرقيات فقط وتكلم يا أحباب كل من استفاد من نادر الراقي سماعا فقط يكتب في هذا المنشور أنه استفاد ليعلم الجميع ليس فخرة لي إنما ردا على رد هذا الراقي وإنزال معلومة أن الرقيات السمعية فيها منفعة فيها منفعة كثيرة وفيها خير كثير وهناك من تعالج وتشافى بإذن الله شفاءا كليا من سماعي فقط من السماعي فقط لأن في السماعي خذها مني يا راقي نعم والراقي المقصودة الذي أنزله الأخ سيف الجزائري حفظ الله خذها مني يا أخ أن الرقية حين تكون من راق طاقة كلامه وطاقة صوته مفتوحة والله ورب العالمين تؤثر سواء وكأنها مباشرة تؤثر وتنزع كل ما يوجد في الجسم ما ذكر في الرقية ينزع منك بإذن الله الرقية السمعية فيها منفعة لا نقول ولا ننكر أن الرقية المباشرة أفضل لكن كذلك الرقية السمعية أفضل كذلك لكن شرطة أن تتقيد بنفس الرقية حتى تتخلص مما ذكر فيها ثم تتنقل نعم أم أن تسمع كل مرة الرقية ليس هذا العين الصواب عين الصواب أن تسمع وتلتزم برقية معينة حتى يفك ما فيها وسترى عجبا نعم لا بأس أن نسمع الرقى لا بأس أن نسمع هو الشرطة أن نتقيد بالترتيب ونتقيد بكل مرة رقية ولا نتخلص وننفذها حتى نتخلص مما ذكر فيها نعم إن شاء الله أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يحفظكم أجمعي ولا تنسونا من صالحي دعائكم ومن أراد شيئا فليكتب إن شاء الله وسنجيبكم إن شاء الله رب العالمين والسلام عليكم